حيث اعتمدت الدولة خطة تطوير شاملة للحفاظ على معدلات النجاح والتقدم والتي جاءت في مقدمتها الكوات المسلحة عملت القيادة السياسية على إحداث تطور نوعي كبير على كافة المستويات بالكوات المسلحة ارتكزت على تنويع مصادر التسليح الجديدة وتوطين العديد من الصناعات وتنفيذ التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة نجاحات متعددة شهدتها الدولة على مدار السنوات الأخيرة بكافة القطاعات والمجالات كما اعتمدت الدولة خطة تطوير شاملة للحفاظ على معدلات النجاح والتقدم والتي جاءت في مقدمتها القوات المسلحة وعملت القيادة السياسية على إحداث تطور نوعي كبير على كافة المستويات بالقوات المسلحة ارتكزت على تنويع مصادر التسليح الجديدة وتوطين العديد من الصناعات وتنفيذ العديد من التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة وهو الأمر الذي ساهم في رفع الكفاءة القتالية للفرد المقاتل مما ساعد على رفع تقييم الجيش المصري إلى مراكز متقدمة بين جيوش العالم وفقا لأحدث المعايير الدولية اهتمام الدولة بكافة أفرع القوات المسلحة بشكل متوازن ساهم في زيادة القدرات العسكرية المصرية حيث نجحت في إبرام العديد من صفقات السلاح وكان أبرز صفقات التعاقد على 24 طائرة من طراز رافال ثم أخيرا صفقة ضخمة لتوريد 30 مقاتلة من طراز رافال مع فرنسا وفرقاتات بحرية متعددة المهام من طراز فريم التي أصبحت تصنع في الترسانة البحرية بالأسكندرية وزوارق سريعة إيطالية الصنع إضافة إلى امتلاك مصر للمرة الأولى في تاريخها حاملتي مروحيات من طراز مسترال والتي تمثل قوة هائلة متعددة القدرات ومتنوعة المهام في المنظومة القتالية للبحرية المصرية كما تم تسليح البحرية المصرية بالغواصات الألمانية طراز 209 على 1400 وهي تعد الأحدث والأكثر تطورا في عالم الغواصات بالإضافة لتدبير عدد من لنشات الصواريخ المتطورة واللنشات السريعة فضلا عن نجاح ترسانة الأسكندرية البحرية في تصنيع الفرقاتة الجبار طراز ميكو A200 وقامت القوات المسلحة بإنشاء عدد من القواعد العسكرية التي تحمل أهمية استراتيجية كبيرة لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة ومن بينها قاعدة محمد نجيب العسكرية والتي تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر فضلا عن قاعدة 3 يوليو العسكرية وقاعدة برنيس العسكرية كما تعتمد القوات المسلحة خطة تدريب واسعة تؤكد قدرة وقوة وكفاءة المقاتل المصري ومن بينها تدريبات النجم الصاطع وحماة النيل ونصور النيل ودرع العرب وزايد 1 و2 و3 وجسر الصداقة وسيف العرب وميدوزا ومرجان وضمن منظومة التطوير التي تتبعها القوات المسلحة تم تنظيم للمرة الأولى في تاريخ مصر معرض الدفاع الأول إيدكس 2018 كما تم تنظيم النسخة الثانية من المعرض عام 2021 والنسخة الثالثة عام 2023 والذي لاقى مشاركة دولية واسعة وهو ما يؤكد على القوة العسكرية للدولة المصرية جهود كبيرة قامت بها الدولة المصرية لرفع القدرة القتالية والعسكرية للقوات المسلحة لتكون قادرة على حماية مقدرات الشعب المصري والحفاظ على حقوقه ومكتسباته